حضراتكم وقع وزير الزراعة عبد المنعم البنّة بروتوكولة تعاون مع رئيس المنظمة العربية لتنمية الزراعية طارق الزجالي لتوفير مليون جرعة لقاح ضد الحمّة القلعية لتحصين الماشية وخلال توقيع البروتوكول رحب البنّة بدعم المنظمة العربية لتنمية الزراعية وتوفير مليون جرعة لقاح حفاظاً على ثروة الحيوانية بتنسيق مع معهد المصل واللقاح والهيئة العامة للخدمات البيطرية التي تقوم بالتحصين وأوضح أن الوزارة تقوم حالياً بحصر وترقيم الحيوانات إضافة إلى استمرار الحملات القومية لتحصين الماشية ضد الأمراض الوذائية